من فترة مش بعيدة كنت عملت لكم حلقة اتكلمت فيها عن اهم سبع وظائف تقدر تشتغلهم وانت طالب وكانت وظائف سهلة وبسيطة وتقدر تشتغلها في بيتك من غير اي مجهود واحد من اهم الوظائف اللي ذكرتها في الحلقة دي واللي اغلب التعليقات جات عنه وكانت الناس بتطلب مني ان انا اعمل عنه حلقة كاملة كان العمل او التدوين على موقع بلوجر وبالفعل بعد كده روحت عملت لكم حلقة كاملة عن ازاي فعلا تعمل فلوس من بلوجر وايه الحاجات اللي هتهمك انك تعملها وايه الاستراتيجيات اللي تكبر الفلوس بتاعتك وكل التفاصيل اللي ممكن تكون حابب تعرفها عن بلوجر الحلقتين دول طبعا مهمين جدا بنصح اي حد ان هو يشوفهم والحلقة بتاعت السبع وظائف عدت المئة الف مشاهدة فالحلقة الحمد لله نجحت نجاح كاسح او مش عارف بيتقال عنها ايه المهم الحلقتين دول هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن لو حد حب يشوفهم المهم يا صديقي فضل الموضوع بتاع بلوجر معلق مع ناس كتير قوي عندي في القناة وليت ناس لسه مش قادرين ياخدوا قرار هل فعلا يا طارق نشتغل على بلوجر ولا احنا محتاجين فلوس عشان نبدأ عليه ولا احنا محتاجين نشتير دومين بفلوس عشان نبدأ عليه ولا احنا محتاجين نت قوي ولا خبرة ولا موبايل ولا لابتوب ولا كمبيوتر ولا ايه بالزبط يا طارق لقيت ناس كتير تاعتها يا صديقي ومحتاج حد يقعد معهم كده ويفهمهم انت ديه اصلا تبدأ تشتغل على بلوجر من النهاردة ليه لازم ما تضيعش وقتك اكتر من كده وتبدأ تفتح الموبايل بتاعك او الكمبيوتر بتاعك او اهم كده امكانياتك وتبدأ تشتغل على بلوجر من النهاردة هو ده صديقي بالزبط موضوع حلقة النهاردة فلو عايز تعرف اكتر يبقى لازم تتابع الحلقة للنهاية انا طارق صادق وانت منورني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق بفكركم ان احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخلش عليها باللايك الحلو بتاعك وكبان السبسكرايب لو انت صديقي لسه مش قادر تاخد قرار حقيقي هل تبدأ على بلوجر ولا تستنى ولا ايه الحاجات اللي انت محتاجها يبقى لازم تابع الحلقة دي للنهاية بجد ولازم تركز في كل تفصيل هقولها النهاردة لان بجد هخرجك من الحلقة دي وانت حابب بلوجر وعايز تشتغل فيه دلوقتي قبل بكرة فيلا كده ما ضيعش وقتك اكتر من كده ونبدأ نتكلم عن اهم مميزات موقع بلوجر وايه الحاجات اللي تشدك انك تبدأ فيه النهاردة قبل بكرة اول حاجة صديق تخليك لازم تشتغل في بلوجر النهاردة قبل بكرة هو انك عن طريق بلوجر هتقدر تقبط بالدولار طبعا انت لو عايش في الوطن العربي بواجه عام او مصر بواجه خاص وظل بقى الازمة العالمية واللي بيحصل والدولار اللي بيعلى والجنيه اللي بينزل انت اكيد لو انت بتشتغل في مصر مثلا شغال موظف وبتاخر مرتب فانت حاس انك عايز تسرخ او لو انت شاب مقدنة وزيينة وتنزل تشتغل فانت حاس ان المرتب بتاعك ضعيف واللي بيحصل في العالم ده بيخلي الغلاء انت مرتبك مش عرف تصرفه في ايه بالزبط حرفيان ما عادش بيجيب لك حاجة فالناس دلوقتي يا صديقي بتلجى ان هي تحط فلوسها في حاجة من اتنين لاما دولار عشان لما الدولار يغلى الفلوس بتاعة تتحافظ على قيمتها وتغلى معاه لاما بيتجهم لسباك الدهب والجنيهات الدهب عشان يحفظهم القيمة بتاعة الفلوس بتاعتهم وبلوجر يا صديقي بيساعدك وبتفوق انك تشتغل على ان المرتب بتاعك يكون بالدولار يعني النهاردة انت لو كسبت من بلوجر 100 دولار لو الدولار في مصر النهاردة عامل 10 جنيه فانت تبقى كسبت كده 100 دولار اضربهم فى 10 فانت كسبت 1000 جنيه فانت هما هما هم نفس الميت دولار بدل ما تضربهم فى 10 فى 24 فبعد ما كنت بتاخد 1000 جنيه صديقي انت بزيادت الدولار بقيت بتاخد 2400 جنيه فلو الاسعار ولعت وزادت فانت برضو المرتب بتاعك زاد وولع علشان انت بتقبط بالدولار فانت في 1400 جنيه صديقي جمل ملوتبك حرفيا كده انت مش عارفهم مجوم ازاي كل اللى حصل ان قيمة الدولار زادت فانت مرتبك زاد معاه لكن فى نفس الوقت لو انت دلوقت تشغال وظيفة عادية وبتقبط بالجنيه المصري فانت كنت بتقبط مثلا 3000 جنيه لما هيعلق الدولار وتقل لامتي الجنيه هما نفس التلات تلاف جنيه اللى انت بتقبطهم مش هيتغيروا بالعكس هتلاقي الاسعار حواليك بتغلى وانت مرتبك هو الحاجة الوحيدة اللى ثابتة انا مش عايز اقلب عليك المواجع صديقه والله بس انا جاي انصحك النهاردة ففكرة انك تشتغل على موقع بيديك المرتب بتاعك بالدولار في الايام اللى حب نتكلم فيها دي هي فرصة عظيمة جدا انا واخد بال انك بدأت تندمج كده مع الحلقة طيب ما عملتش لايك ليه طيب يا صاحبي انزل اعمل لايك وعمل سبسكرايب وعمل كومنت حلو يعني ولو عندك سؤال اسألني تاني سبب معانا فى حلقة النهاردة هو ان بلوجر يندرج تحت باند الدخل السلبي الدخل السلبي ده صديقي بموضوع كبير جدا احنا عملنا عنه حلقة كاملة هنا فى القناة هسيبلك الرابط بتاعها تحت فى الديسكريبشن بس للاسف مش كتير فاهم يعني ايه دخل سلبي اصلا فيه ناس اول ما بتسمع كلمة سلبي اصلا بتفكر ان ده حاجة سلبية او حاجة وحشة يبقى اكيد ده دخل سلبي بقى ده حاجة كوخة نبعد عنها مع ان صديقي هي حاجة عكس كده تماما عندك مثلا ناس زى ناجيب سويرس ايلون ماسك ابو هشيمة كل الناس الاغنية دول المرتبات اللي بياخدوها عبارة عن دخل سلبي يعني ايه بقى دخل سلبي هل انت مثلا بتشوف واحد زى ابو هشيمة بنزل مصانع الحديد والصلب بتاعته بيمسك الحديد يعد يدق عليه ويعمله ويشكله وفى الاخر يروح ياخد اليومية بتاعته او المرتب بتاعه اي حاجة ده اسمه دخل سلبي حاجة انت تعبت فيها مرة وتقعد باقي عمرك او بتقعد وقت طويل انت قاعد ما انت اخوية بتجيب لك فلوس فالشخص الغاني ده اشتغل فى فترة ما من حياته عمل مصنع وتعب فيه واكتهد وبعد كده جاب العمال بقى قاعد هو فى بيته العمال هي اللي بتشتغل ومرتب الكبير والدخل الكبير بقى بيجي له هو دي فكرة الدخل السلبي ازاي بقى بلوجر عبارة عن دخل سلبي انت صديقي جيت النهاردة وكتبت لي تدوينة على المدونة بتاعتك على بلوجر وبعد كده ما نزلتش تاني والمقالة اللي انت كتبتها دي عملت ضغط كبيرة جدا وبدأت تجيب لك مثلا مليون مشاهدة انت حرفان كتبتها مرة واحدة بس بس هي اتشافت مليون مرة فانت هتبقى قاعد فى بيتك وهي لسه بتجيب لك فلوس وكل محد يدخل يقرأ المقالة بتاعتك انت هيفضل يجي لك فلوس لغاية ما مش هقول لغاية ما تموت عشان مش عايز افاول عليك يا صديقي لغاية ما تنتقل للحياة الاخرى ربنا يديك الصحة وطلط العمر يا صديقي بس اللي اقصده فعلا انك ممكن تكون بتكتب مقالات دلواتي وبتكسب منها فلوس وفي نفس الوقت انت كتب مقالة من شهر او شهرين ولسه بتجيب لك فلوس ففلوس المقالات القديمة على فلوس مقالاتك دلواتي هتلاقي الفلوس اللي بتجيلك بيتاحسن كتير ولو جيت مثلا اسبوع ولا اسبوعين كده فكرت تريح هصلك ظروف اعدت فبيتك مش هتتأثر جامد لان كل اللي انت كتبت قبل كده طول ما بيجي عليه مشاهدات انت هيفضل يجيلك فلوس وهو ده باختصار مفهومنا عن الدخل السلبي وهسيب لك تحت فراء في الدسكريبشن بتاع الحلقة رابط الحلقة بتاع الدخل السلبي انصحك وبشدة تشوفها هكلمك عن الدخل السلبي واكتر من وظيفة عبارة عن دخل سلبي ممكن تشتغل منهم وتجيب منهم فلوس كويسة ثالث سبب معانا في حلقة النهاردة يخليك تتاجه للشغل في بلوجر النهاردة قبل بكرة هو انك يا صديقي هتبعد عن الشغل الحكومي والروتين يعني من الاخر كل ما يساوي الشغل الحكومي مش هتلاقيها مش هيبقى عليك مدير المدير ده بيطلب منك تسكات وبيعودي يزن عليك كل شوية انك لازم تخلصها مش مضطرة تصحى صباحة الصبح عشان تنزل الشركة بتاعتك او مقر العمل بتاعك عشان تشتغل المرتب بتاعك مش بتقبضه بالجنيه المصري وقابل للزيادة وقابل للنقصان حسب شغلك انت مش حسب ان انت بتاخد مرتب سابت كل شهر طبعا ده ممكن يبقى مشكلة لبعض الناس انك عايز مرتب سابت بس تصدقني ان المرتب بتاعك يختلف حسب شغلك ده حاجة كويسة لان دي هتشجعك اكتر انك تشتغل الشغل الحكومي بيخلي عليك ضغط عالي جدا بيطلب منك انك تنزل وتركب مواصلات وتتبهدل تروح مقر الشغل بتاعك في معيد معينة لو غلطت في حاجات ممكن يتعمل لك خاصمة او رفض حد يكلمك باسلوب وحش كل الحاجات دي مش موجودة في المدونة في المدونة يا صديقي انت رئيس جمهورية نفسك انت المدير الوحيد اللي مسئول عن كل حاجة وانت المسئول عن نفسك والله عايز تنزل النهار ده مقالات وتكتب مقالات اتفضل تعبان وعايز تأنتخ ما تنزلش مش مضطرة تنزل مواصلات عشان تعمل تدوينة انت مجرد بس وصلة النت بتاعتك في الشقة بتاعتك وهتعمل احلى مقالات على عيونك وطول ما انت بتشتغل وبتعمل مقالات كتير وبيبدأ يجيلك مشاهدات عليه اكتر هتلاقي الملتم بتاعك بيزيد انت مش محتاج تستنى الترقية تجيلك واكيد يا صديقي بقي الاسباب كلها اللي في الموضوع ده حوالي الوظيفة الحكومية ولا تشتغل عمل حر حاجة زي بلوجر انت اكيد مستوعب كل ده واحنا تكلمنا عنه في حلقات كتير او هنا في القناة وانت لو اكيد واحد من اصدقائنا المتابعين فانت اكيد فيهم انا بتكلمك عن ايه واش رابع سبب يا صديقي خليك تتاجه لبلوجر النهاردة قبل بكرة انك مش مطلوب منك خبرة ايوة صديقي مش مطلوب منك تكون خبير في كتابة المقالات مش مطلوب منك تبقى خبير في بلوجر مش مطلوب منك اي خبرة انا زي ما قلت لكم في حلقة بلوجر انا بدأت في الموضوع ده وانا عندي 13 سنة كل اللي عملت ودخلت على اليوتيوب قعدت اتفرج على شوية فيديوهات لقدت مفهمت الدنيا ماشية ازاي واشتغلت صحيح فضلت سنة او كم شهر كده علما يجيلي اول مرتب حقيقي بس جاني مرتب حقيقي وانا عندي 14-15 سنة ده اكبر دليل ان الموضوع ولا محتاج خبرة ولا محتاج حد يكون عارف يعني كل حاجة عن كل حاجة انت حرفيا بس تعرف يا ماشية ازاي وقتلاقي نفسك شغال مش قادر تكتب مقالات بنفسك ابدأ اقرأ مقالات كتير في الموضوع اللي انت عايز تكتب عنه وابدأ اكتب نفس الكلام ده بس اغير الصيغة بتاعته لغاية ما بقى لك اسلوبك الفريد اللي بتتفرد به وفي نفس الوقت انت ما خدش الحاجة كوبي بيست لا انت غيرت فيها باسلوبك انت بس بتدي نفس المعنى طبعا لو عايز بقى تفاصيل كتابة المقالة وازاي تجيب عدد مشاهدين كبير وازاي تكبر الفلوس بتاعتك وكل تفاصيل دي لازم تشوف الحلقة بتاعت بلوجر اللي انا سيبها لك تحت في الدسكريبشن الحلقة دي كان زحيه لأي حد بيفكر يبدأ على بلوجر فباختصار يا صديقي زي ما قلت لك انت مش مطلوب منك خبرة كل المطلوب منك انك تبدأ دلوقتي وتسأل كتير وتبدأ تفهم الدنيا بس ماشية ازاي وهتلاقي الدنيا ماشية معاك زي السكينة في الحلوة زي ما بيقوله خامس سبب يا صديقي خليك تبدأ الشغل على بلوجر النهاردة قبل بكرة ان مش مطلوب منك راس مال ايوه يا صديقي زي ما سمعت كده انت مش مطلوب منك راس مال عشان تشتغل على بلوجر اي مشروح حر انت رايح تشتغله النهاردة محتاج معك راس مال عشان تعمل المشروع ده لكن بلوجر يا صديقي من الحاجات اللي ممكن تجيبلك فلوس من غير ما تصرف عليها ولا قرش وكنت قاصد ان انا حط تفصيلة زي دي في حلقة النهاردة عشان جالي اسئلة كتير جدا في الحلقة بتاعت بلوجر اسئلة كان مضمونها يعني واختصارا هل يطارق لازم اشتري دومين مدفوع علشان المدونة بتاعتي تنجح؟ او هل يطارق لازم اصرف على المدونة عشان يجيلي منها فلوس؟ في الموضوع ده صديقي انا هشرح لك الموضوع بكل شفافية وبكل صدق يعني انا بقول لك اصلا الكلام ده بلاش محدش دافع لي فلوس ان انا نطبله فانا بكلمك النهاردة بصراحة هل ينفع تشتغل بدومين مجاني ومتشتريش اي حاجة وتشتغل بالمدونة زي ما هي؟ اه ينفع بس خلي بالك يا صديقي الدومين بتاعك هيكون ضعيف حبتين يعني مش محل ثقة يعني لما حد يشوف مثلا طارقصادق.bloxbot.com المنظر مش لطيف لكن لو طارقصادق.com على طول المنظر كده احسن بكتير وكمان يا صديقي تفعيلي الربح بتاعك هيستنى شوية لو انت عامل دومين الربح بتاعك ممكن يتفعل في شهر واحد اما لو انت مش عامل دومين محتاج تشتغل على المدونة بتاعتك شوية وتستنى مثلا حوال ثلاث او اربع شهور لغاية ما تتقبل المدونة بتاعتك في انك تربح فلوس اما لو انت روحت اشتريت دومين وعملت لنفسك دومين ده اللي مش عارف اللي هو .com.net.org الحاجة اللي في الحديد ده اسمه دومين لو انت روحت اشتريت دومين مدفوع ده هيزود من فرص ظهورك في محركات البحث هيقول مدونة بتاعتك هيخلي شكلها احسن اه هتلاقي الربح بتاعتك تفعل في خلال شهر فلو انت معاك انك تدفع تجيب دومين مدفوع تمام لكن لو انت فعلا مش معاك راس مال مش معاك فلوس خالص يبقى استمر بالمجاني واشتغل بس على نفسك وشوية صبر وهتوصل لصديقي زيك زي اللي دفع وانا في البداية ما دفعتش اي فلوس وكنت شغال بها ويوم ما قررت اروح اشتري دومين اشتريتو بس عشان المنظر بس يبقى حلو وحاليا انا شلت الدومين وشلت كل حاجة وعادي يعني ما موتش يعني ولو انت برضو بتسأل يا طارق هل ان انا اشتري دومين ده حاجة غالية حاجة مكلفة هقول لك لا يا صديقي الدومين بيقف عليك مثلا بدولار في الشهر اتنين دولار تلاتة دولار بكتير اوي خمسة دولار الموضوع متسهل وانك تدفع مسلا دومين اتنين دولار في الشهر فانت حرفان بتدفع اقل من خمسين جنيه خمسين جنيه في الشهر انت حرفان بتشير بهم شبسي وكريتي وبيبسي وحاجات كده بتوجع لك بطنك في الاخر فانت لو استسمرت التمانية واربعين او الخمسين جنيه دول فانك تشير دومين هيكون احسن لك بكتير يا صديقي وخلي بالك انت المدونة النهار ده انت بتدفع فيها الخمسين جنيه دي بعد وقت هي هتجيب لك اضعاف ده بكتير هتلاقي حرفان انت لو بتكسب في المقالة خمسة دولار فانت طلعت بس اتنين دولار اللي هو الدومين والثلاثة دولار مكسب وبقى المقالات انت تكسب منها مكسب صافي لكن زي ما قلتلك لو مش معاك تجيب دومين فما تصدعش تمغي بكل التفاصيل دي واشتغل زي ما انت مجاني انت مش محتاج راس مال عشان تكسب فلوس من على بلوجر وبس كده صديقي تكون حلقة النهار ده انتهت بحمد الله اتمنى فعلا ان اكون وضحت لكم النقاط اللي كنت طالة في حلقة النهار ده عشان اتكلم عنها واتمنى انت كمان تشد حلق كده وتقوم وتشتغل على بلوجر زي ما قلتلكم في الحلقة بتاعت بلوجر الشغل عليه مش سهل ولا الدنيا والدية زي ما انت فاكر بس مع الاكتهاد والشغل والتعب وانك تفهم الدنيا دي ماشي ازاي وازاي تقرشف المقالات بتاعتك وتظهر في محركات البحث ويعني هي اس اي او وشوية حاجات كده تتعلمها هتوصل لصديقي وصدقني هتدعيلي بعد كده المهمة ما تجيش في نص الطريق وتحبط او تسمع كلام حد سلبي جرب وفشل فبقى عايز كل الناس تبقى فاشلة زيه اشتغل يا صديقي وما تخليش حد يحبطك وانت كمان ما تحبطنيش ووريني عدد اللايقات الحلوة اللي على الفيديو بتاع النهار ده عشان اتبسط وعمل لكم فيديوهات تانية اكتر فما تنساش تعمل لي اللايك الحلو بتاعك اعمل لي كومنت لطيف زيك وقول لي كلام حلو من اللي انا بحب اقراء او لو عندك سؤال سيبهولي وعمل لي سبسكرا يعني عايزين نوصل للمية الف بقى احنا طولنا قوي عليها اتمنى يكون الفيديو عجبكم كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته